الاول بقى اقول لي بتعمل لي دلوقتي. يا حكاية موضوع الامارات ده والكصة ده عشان الناس كتيرة ما تعرفهاش. اه موضوع الامارات ده هو جيه عن طريق اه مستثمر مصر يعني واخد عقد من نادي الزمالك عشر سنين. اه. وعمل نادي في في الامارات وكده وطلع رخصة بتاعته. كان لسه الدرجة الثالثة عندهم لسه بتبدأ لسه عملينها جديدة يعني في الامارات وكده فبنلعب بالدرجة الثالثة يعني. بتلعب بالدرجة الثالثة مع نادي الزمالك. اه مع نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك في الامارات. نادي الزمالك الاماراتي. اه. نادي زمالك الاماراتي. هو حتى الشعار بتاع النادي واخدين طبعا اللوجو بتاع نادي الزمالك طبعا هنا بس الشعار نفسه اللوجو نفسه هتلاقي عليه عالم الامارات وعالم الزمالك. بس دي فكرة حلوة. طبعا استسمعا يعني. فكرة وفكرة عظيمة فكرة انه يبقى الزمالك موجود في دولة عربية. التوسع للاندياة المصرية حتى مش شرطة تبقى موجودة هنا. ليه في مصر بس. توسع الاندياة المصرية كلها في الخليج. ده الطبيعي يعني بتالاندياة كلها في كل حتة. اه اه زي ما قلت لك هاكمو قبل ما نبدأ الحلقة. اه اه ليد زينات ان عنده فرقة هناك كانت معانا في نفس المجموعة. هاي. وصعدت. هي الفرقة الوحيدة اللي صعدت. يعني عاملين ما شاء الله مهتمين بيها وعملين فرقة وصعدت بفرقة دي منكم. بونت واحد. بونت واحد. يعني ليه دي الصعد على حسابة زمانك بنقطة. بنقطة واحدة. سلام. اه اه. لأ وبعدين احنا كمان عشان اول سنة ومش عالفين الدولة ماشي ازاي اناك لان تفجئنا بالمستويات بصراحة. تفجئنا باللعيبة وبالمستويات مستويات عالية جدا يعني. والقوام الاساسي بقى بتاع التشكيل اللعيبة مصريين لعيبة اماراتيين. اه اه. لأ كان تسعين في افاركة. وكان معنا واحد اماراتي. اه. اه. بس الاغلبية التشكيل كان يعني بين الافاركة والمصريين. والمصريين دول من نادي الزمالك. اه. كان في اتنين لعيبة في نادي الزمالك. اه. او تلاتة. اه. منهم عبدالوارس كان من صعد فريق اول. اه. ومحمد اهاب اه. كان فريق الفين وثلاثة برضو زمالك. ومنتخب مصر. اه. دول الاتنين كان في زمالك. وفيه بقى بقى المصر البورسعيدي وفي اه الداخلية. وفي حسام حسن برضو زمالك. كان فيه فيه كزا العيب من نادي الزمالك يعني. من كزا نادي الزمالك. طيب.